بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم قال المؤلِّف الشيخ أبو موسى الشيخ موسى الحجَّاوي رحمه الله وإن بلغ قلَّتين إذا بلغ الماء قلَّتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي خمسمائة رطل عراقي القلَّتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا قال الشيخ صاري رحمه الله لما أخرجه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنساء وابن ماجة رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث وفي لفظ ابن ماجة رحمه الله لم يُنجِّسه شيء وصحح هذا الحديث جمعٌ من الحفاظ منهم ابن حبان وابن خذيمة والحاكم والطحاوي والشيخ تقي الدين وساقه في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمهم الله ولم يُنجَّه ولم يُنجَّه الله عليه وسلم وهي الجرَّة الكبيرة من قلال هجر القلَّة الجرَّة الكبيرة من قلال هجر وهي قربة وهي قريبة قرب المدينة هجر قرية قريبة من المدينة وقيل محلَّة بالبحرين قال في التلخيص رحمه الله ابن حجر وهو الحق قال ابن جريد رحمه الله رأيت قلال هجر فالقلَّة تسعوا قربتين وشيئًا القلَّة تسعوا قربتين وشيئًا قال الشافعي رحمه الله وغيره فالاحتياط أن تكون القلَّة قربتين ونصفًا القلَّة قربتين ونصف فالقلَّة تال عن خمس قرب فإذا كان الماء قدر خمس قرب لا ينجس إلا إذا تغير لونه بالنجاسة أو ريحه أو طعمه وإذ لم يتغير هذه الأوصاف فلا ينجس وعن أحمد رحمه الله أن القلَّتين أربع قرب ورجَّحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن فائدة قال في الإقناع كتاب وشرحه ومساحة هما مساحة القلَّتين مربَّعًا ذراع وربع طولًا ذراع وربع طولًا وذراع وربع عرضًا وذراع وربع عمقًا في مستوىً من الأرض هذه المساحة ذراع وربع طولًا وذراع وربع عرضًا وذراع وربع عمقًا هذه المساحة هي قلَّتين قدر القلَّتين ومساحتهما مُدوَّرًا ذراع طولًا وذراعان ونصف عمقًا هذا مقدار القلَّتين قال وَإِنْ بَلَغَ قُلَّتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراق تقريبًا فخالطته نجاسة هذا المقدار من الماء قلَّتين خالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته الغائط أو عذرته المائعة فلم تُغيِّره أو خالطه البول أو العذرة ويشُق النزحه كماء مصانع طريق مكة فطهورٌ إذا كان الماء قلَّتين فوقعت فيه نجاسة ولم يتغيِّر لونه ولا ريحه ولا طعمه فذلك الماء طهور أما إذا تغيِّر أحد أوصافه بالنجاسة ينجس وإذا لم يتغيِّر فهو طهورٌ يعني يتوضَّأ به ويُغْتَسَب ولا يرفع وحدَّث رجلٍ طهورٌ ولا يرفع وحدَّث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلَت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدث امرأةٍ عندها ماء اغتسلَت به وفضل في القدح ماء فلا ينبغي لرجلٍ أن يتوضَّأ بذلك الفاضل من الماء ولا يرفعُ حدَّث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلَت به امرأةً لطهارةٍ كاملة عن حدث فالماء الباقي في ذلك لا ينبغي لرجل أن يتوضَّأ به قوله غير بول آدميٍ النجاسة تكون غير بول آدميٍ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يقتصر منه الماء الدائم كالخزان أو الحوض الماء واقف لا يجري لا يبول المسلم فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وعن أحمد رحمه الله أن بول الآدم كغيره من سائر النجاسات لا ينجس به الماء الكثير إلا بالتغير واستظهره في التنقيح كتاب وقال في الإنصاف وهو المذهب وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله لإعلام الموقعين اسمه كتاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القلتان إذا وقع فيه بول الآدم أو غائطه ولكن لم تتغير أحد أوصافه فطهور يجوز الوضوء به لأنه قلتان ولأن النجاس لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت بهم رأة لطهارة كاملة عن حدث وبهذا القول قال ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن سرجس وأم سلمة أم المؤمنين وجويريا بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا ورجحه ابن حزم في المحلّة رحمه الله لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححة رحمهم الله من حديث الحكم ابن عمر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضَّأ الرجل بفضل طهور المرأة وقال في فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله ثقات أي رجال السند ثقات أي فالحديث الصحيح وقال في بلوغ المرأة الحافظ ابن حجر رحمه الله وإسناده صحيح والجواب عن حديث ميمون أم المؤمنين رضي الله عنها هو أنه محمول على أنها لم تخلو به يعني أنها لم تكن وحدها عند ذلك الماء وعن أحمد رحمه الله يجوز الوضو بفضل طهور المرأة وبه قال الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيف رحمهم الله وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله في التهذيب والشيخ محمد رحمه الله وهو الصحيح وهو الصحيح إن شاء الله فعلى هذا القول يكون النهي محمول على التنزيه وإن تغير طعمه طعمه أي طعم الماء أو لونه أو ريحه بطبخ طبق فيه شيء أو ساقط فيه أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم يد قائم من نوم الليل من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر هذا الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أي طبق فيه شيء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه إذ قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فهذا الماء طاهر طاهر يعني غير مطاهر طاهر في نفسه ولكن لا يتوضأ به لأنه تغير طعمه أو ليه أو لونه أو ريحه بهذه الأشياء بشيء طبخ فيه أو بشيء سقط فيه أو رفع بقليله حدث إلى آخره فهذا الماء طاهر يعني طاهر في نفسه لا يطاهر غيره قال دليل ذلك ما روى ابن ماجه والبيهق والطبران رحمهم الله عن أبي أمام رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه غير أن هذا الحديث ضعفه الحفاظ لضعف رواته الذين منهم رشدين ابن سعد واختيار الشيخ ابن تيمين رحمه الله أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية وهو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها المجد جد الإمام ابن تيمين الشيخ عبد السلام رحمه الله والآجر رحمه الله وقال الزركش رحمه الله هي الأشهر نقلا وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح وأجمع على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقة بطاهر تغير بشيء طاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء لم يجزي الوضوء به إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه أجاز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه وإذا تغير بطاهر يكون طاهر لكن لا يتطهر به قوله أو رفع بقليله حدث وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب الماء الدائم كخزان أو الحوض الماء الواقف الذي لا يجري لا يغتسل فيه الجنب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم والنساء وابن ماجة وابن الجارود رحمهم الله واختار ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين وهو رواية عن أحمد رحمهم الله أنه طهور لحديث الماء لا يجنب وهو قول مالك رحمه الله وقال في الإنصاف وهو أقوى في النظر أو غمس فيه في الماء يد قائم من نوم الليل دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه إذا قمت من نوم الليل فلا تدخل يدك في القدح الذي فيه الماء ولكن يميل القدح وتغسل يدك خارج القدح ثم تدخل يدك لأن نوم الليل طويل ولا يدري الإنسان ماذا حدث وماذا وقع بيده إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده لعلها وقعت على النجاس ولأبي داود والنساء رحمهم الله إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة يعني رحمهم الله وهو الصحيح إن شاء الله لأن حدث أبي هريرة رضي الله ليس صريحا في سلب الماء الطهورية والنجس ما تغير بنجاسة عرفنا الطهور وعرفنا الطاهل هذا الثالث النجس والنجس ما تغير بنجاسة الماء إذا وقعت فيه النجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها النجاسة لاقى النجاسة الماء وهو يسير الماء يسير ولاقته النجاسة أو ينفصل عن محل النجاسة الماء انفصل عن محل النجاسة قبل ذوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير هذا الماء النجس إذا وقع صب فيه طهور صب فيه ماء طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه أي أخذ منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور قال أو لاقاها أي لاقا النجاسة الماء هذا المذهب ينجس بمجرد الملاقات إذا لاقت النجاسة الماء لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعن أحمد لا ينجس إلا بالتغير الماء لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسه تغير ريحه أو طعمه أو لونه وروي ذلك عن أبي هريرة وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال مالك وهو اختيار الشيخ وابن القيم من تيمية وابن القيم رحمهم الله وما لا إليه في الإنطاق وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه يعني خلط به ماء طهور كثير خلط بذلك الماء الذي وقعته النجاسة وتغير طرح فيه ماء كثير طهور فعند ذلك تزول النجاسة أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه أي أخذ منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور وإن شك في نجاسة في نجاسة ماء أو غيره وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين هذه قاعدة من قواعد الشريعة البناء على اليقين وذلك لعموم الأدلة منها ما روى مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقان اطرح ما شك فيه ويبني على اليقين وفي الموطأ رحمه الله قال خرج عمر رضي الله عنه في ركب فيهم عمر بن العاص رضي الله عنه فولدوا حوضا عمر على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض هل تريد حوضك السباء هل السباء تشرب من هذا الحوض فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نريد على السباء وتريد علينا يعني أن شرب السبع من الماء لا ينجس فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نريد على السباء وتريد علينا وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما فأنا عندك قدح طهور وقدح نجس ثم اشتبه عليك ما دريت أيهما طهور وأيهما نجس حرم استعمالهما ولم يتحرر ولم يتحرر لأنه اشتبه المباح بالمحظور فلم يجد التحر لعموم قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه ولم يتحرر ولم يتحرر ولا يشترط للتيمم فراقتهما أو خلطهما اذا كان اذا كان لديك ماء احدهما طهور والاخر رجل ثم اشتبه عليك لا يجد لك ان تتيمم واما ذلك الماء يحرم استعماله واذا لم تجد غيرهما ورط الصلاة فتيمم وعن انس قضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدق لأكلتها هكذا ينبغي اجتناب ما تشك فيه مر بتمرة في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اني اخاف ان تكون من الصدق لأكلتها لان الصدق محرم على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله فلما شك فيها انها قد تكون من الصدق تركها فالشيء الذي تشك فيه تركه الى ما لا تشك فيه قال الامامان ابو حنيفة والشافعي محمه الله يتحرى الا ان ابا حنيفة محمه الله يشترط ان يكون عدد الطهور اكثر وهو رواية عن احمد محمه الله اختارها بعض الاصحاب وان اشتبه بطاهر توضأ منهما فضوءا واحدا اذا عندك قدح ما طهور وقدح اخر ما طاهر ليس بطهور طاهر في نفسه ولكن ليس بطاهر ليس لا يطاهر وغيره اشتبه هذا الاناء الذي فيه ماء طهور واشتبه بالاناء الذي فيه طاهر يقول اذا اشتبه ذلك توضأ منهما وضوءا واحدا لان هذا طاهر وهذا طهور يتوضى من الماء اين من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجس كان عنده ثياب بعضها طاهر وبعضها نجس او محرمة بعضها محرم كالحرين صلى في كل ثوب صلاة لعدد النجس او المحرم وزاد الصلاة هذا اذا كانت الثياب مستلطة قوله وان اشتبه بطاهر توضأ منهما اي طهور وطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا هذا احد وجهين وهو المذهب والوجه الثاني يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا يتوضأ بالماء الطهور وضوء كامل ثم يتوضأ وضوء كامل بالماء الطاهر هذا احد عم واختار واختاره اكثر الاصحاب قوله وان اشتبهت ثياب ثياب طاهرة بنجس او محرم صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد الصلاة وان احمد رحمه الله يتحر وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وقول ابي حنيف والشافعي رحمهم الله قلت والعمل بذلك اولى وسماحة شريعتنا الاسلامية تعطي ذلك كيف وقد قال الله جل شانه فاتقوا الله ما استطعتم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه باب الانية الاواني القدر وغير ذلك اواني الطف كل اناء طاهر كل اناء طاهر ولو ثمينا ان لو كان غالي يباح اتخاذه واستعماله كل اناء طاهر ولو ثمينا انه ولو كان ثمن غالي يباح اتخاذه واستعماله لحديث ام السلمة ام المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا ان الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه لا يجوز استعمال اواني الفضة والذهب قال كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهم اي اي ربط بذلك بشيء من الذهب وبشيء من الفضة الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهم فانه يحرم اتخاذها اواني الذهب والفضة والذي فيه شيء من خلق من الذهب وفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم الجرجر هو صوت شرب الماء فلا يجوز الاكل او الشرب لأواني الذهب والفضة وروى الجماعة من حديث حذيف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج الديباج نوع من الحرير ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحاف في صحاف هما فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة الحرير محرم على الرجال والأكل والشرب في أواني الذهب والفضة محرم على الجميع النساء والرجال لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب أو في آنية الفضة لا يجوز للرجال ولا للنساء وأما الحرير هو محرم على الرجال ومباح للنساء تنبيه العلّة التي من أجلها ورد النهي قيل هي التشبّه بأهل الجنة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة تشبّه بأهل الجنة وقيل تضييق النقدين إذا صار عندك آني الذهب وآن يفضّة الدراهم تقل ويضر الناس وقيل التشبّه بلا عاجم أي التشبّه بالكفّار وقيل السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء فالمقصود لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة لا للرجال ولا للنساء قال فإنه يحرم اتخاذها أي يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضّة يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضّة لأنه وسيلة إلى الاستعمال اتخاذها يؤدي إلى استعمالها والوسيلة لها حكم الغاية وبشريعتنا الإسلامية قائدة وهي أن كل ما كان وسيلة إلى محرّم وهو محرّم قال الوزير رحمه الله في الإفساح واتفقوا على أن اتخاذها حرام اتخاذ أواني الذهب والفضّة حرام إلا أن بعض الشافعية قال لا يحرم إلا استعمالها فقط انتهى وبتحريم الاتخاذ قال الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله لأن اتخاذها يؤدي إلى استعمالها استعمالها أي في أكل الأشرب وغيرهما من سائل الاستعمالات إلا ما أبيح لحاجة كحلية سيف ما يزيّن به السيف من الذهب أو من الفضّة أو لضرورة كما في قصة عرفجة رضي الله عنه فإنه اتخذ أنفا من ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان للضرورة هذا عرفجة قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضّة فتغيّر فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب هذا لأجل الضرورة وأما لغير ضرورة فلا يجوز استعمال الضهب دليل ذلك لعموم الأدلة منها ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجا وابن حبان رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه وذهبا وجعله بشماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي الذهب والحرير حرام على الذكور ومباح للنساء الحرير والذهب مباح للنساء ومحرام على الرجال وقال علي بن المديني رحمه الله حديث حسن ورجال معروهون وأخرجا الستة إلا البخاري رحمهم الله عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي أي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثلاث عن تخطم الذهب واستعمالها عن تخطم الذهب وعن القسي وهو الحرير وعن لبس المعصفر وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير من العلماء رحمهم الله وهو الذي نصره الشيرازي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله فلقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك تنبيه تلبيس الأسنان الذهب من غير ضرورة لا شك في تحريمه في حق الرجال قال لا يجوز للرجل أن يلبس أسنانه بالذهب من غير ضرورة لا يجوز للمسلم أن يلبس أسنانه بالذهب من غير ضرورة تلبيس الأسنان الذهب من غير ضرورة لا شك في تحريمه في حق الرجال قال وتصح الطهارة منها إلا ضبّة يسيرة من فضّة لحاجة استعمال أواني الذهب والفضّة محرّم حتى على النساء وتصح الطهارة منها إلا ضبّة يسيرة من فضّة أي إذا وضع في الإناء قطعة صغيرة من فضّة للحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة أي مباشرة أواني الذهب والفضّة قوله وتصح الطهارة منها يعني إناء فضّة يجوز الوضوء بالماء الذي في ذلك الإناء لهذا قال أكثر العلماء رحمهم الله قال ابنه بير رحمه الله في الإفصاح وأجمعه على أنه إن خالف مكلّف وتوضّأ منها أثم يعني يكون آثم وصح الطهارته انتهى واختار الشيخ تقي الدين من تيمي رحمه الله وبعض شيوخ المذهب لا تصح الطهارة منها فأن الإناء إناء فضّة حرّم استعماله قوله إلا ضبّة يسيرة حيث كان قطع صغيرة من فضّة لأجل الحاجة لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر فاتخذ مكان الشعب أي مكان الكسر سلسلة من فضّة هذا لأجل الحاجة حواه البخاري حمه الله وهذا قول أكثر العلماء وهو اختيار الشيء من تيمي رحمه الله وتباح آنية الكفّار ولو لم تحل ذبايحهم وثيابهم إن جهل حالها آنية الكفّار يجوذ استعمالها وإن كانت ذبايحهم محرّمة المشرك ذبيحته والمجوس ذبايحهم محرّمة لكن آنيتهم يجوذ استعمالها إذا لم تكن ذهب ولا فضّة إن جهل حالها أي ثيابهم إن جهل حالها أي لم يُعرف أنها من النجاسة لحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو نجاهد بسبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأصليتهم أي قربهم فنستمتع بها فلا يغيب ذلك علينا رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله وروا أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنغة أي وعاء من جلب تغير من طول مدة فأجابه أي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهود الذي دعاه لأن ذبائحهم حلال اليهود والنصار الذين يدعون تمسكهم بتوراة والإنجيل وإن كانوا كفار لكن هم يذكرون الله عند الذب فذبائحهم حلال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبالصحيحين رحمهم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضأوا من مزادة امرأة مشركة المزادة قربة من قربة امرأة مشركة لأن الماء طهور ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وهو رواية عن مالك رحمه الله فقال مالك رحمه الله في الرواية الأخرى وأبو حنيف والشافع يطهر دليلنا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفع من الميتة بأهاب أي جلد ولا أصب رواه الخمسة وحسنه الترمذي ورواه الشافعي رحمهم الله في مسنده والبيهقي بسننه والبخاري في التاريخ وابن حبان والدار قطني رحمهم الله وهذا الحديث ناسخ لأحاديث الدباغ لولا ما فيه من الاضطراب إلا أن هذا الحديث فيه اضطراب وسنده اضطراب اختلاف الرواد وعن أحمد رحمه الله يطهر جلد الميت بالدباغ إذا سلقت جلد الميت ودبغته يجوز استعماله عن إذا دبغته بالماء والقرض وذال ما فيه وعن أحمد رحمه الله يطهر جلد الميت بالدباغ وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في تهذيب السنن ودليل هذا القول أصح وأصرح والراجح من حيث الدليل أن جلد الميت يطهر بالدباغ كما في حديث بن عباس رضي الله عنه وعظم الميتة ولبنها ويباح استعماله بعد الدبغ في يبه يابس من حيوان طاهر من حيات وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة عظم الميتة نجس ولبن الميتة نجس وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه إلا شعر الميت هذا المشهور في المذهب وعن أحمد رحمه الله ظهارة ذلك وهو اختيار الشيخ من تيمية رحمه الله وعظم الميتة نجس عند مالك والشافع رحمه الله فقال أبو حنيفة رحمه الله بطهارة قوله غير شعره غير شعر الميت ونحوه أي فهو طاهر وفاقا لأبي حنيفة ومالك رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتة ما قطع من حيوان حي فذلك الجذ ميتة لا يجوز قطع شيء من حيوان الحي فإن ذلك المقطوع من الحيوان الحي حكمه حكم الميتة مثل الخصية لو سل خصية التيس والتيس حي يحرم ما أبين من حي فهو كميتة فما أبين من بهيمة الأنعام وهي حي وهو حرام وأبين من الجراد والسمك وهو حي وما أبين من الجراد والسمك وهو حي وهو حلال الجراد والسمك وحلت أنها ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوه الجراد والحوت دليل ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حي وهو ميت أي حكمه حكم الميت إذا قطع لية الطلي مثلا فالطلي حي فتبر ميت وكذلك الخصية لو خص التيس وهو حي فذلك فتلك الخصية محرمة ميت ما قطع من البهيمة وهي حي تحي وهو ميت فواهو أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله وقال حسن غريب ورواه الحاكم والدارمي في سننه وابن الجارود في كتابه المنتقى رحمهم الله وأخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان والدار قطني وابن الجارود رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور وماء الحل ميتة ميتة البحر حلا وماء البحر طهور وقال ابن السكن رحمه الله حديث جابر أصح ماروية بهذا الباب رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد والدار قطني والشافعي والبيهقي والقزويني رحمهم الله وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد وابن المديني رحمهم الله باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والقبائث بحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قبل ما يدخل إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث متفق عليه واللفظ للبخاري لأن مكان النجاس يكون فيه الشياطين ويستعيذ بالله من شرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث متفق عليه واللفظ للبخاري فروى الطبران رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله إذا قلت بسم الله لا يراك الجن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله قال في مجمع الزوائد رجالهم والثقون وقد ترجم البخاري رحمه الله للحديث بقوله باب ما يقول عند دخول الخلاء ينبغي للمسلم أن يتأدم بالآداب الشرعية تنبيه معنى إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله قبل ما يدخل وقد جاء ذلك صريحا في سنن أبي داود رحمه الله من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ورواه كذلك البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه بل ورد في صحي البخاري وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عندما تخرج من بيت الخلاء تدعو بهذا تقول غفرانك يعني اللهم اغفر لي بقيت بمدة ما ذكرتك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني يعني ذهب عني البول والغائط لو بقي فيي ضرني والحمد لله والمسلم يحمد الله على جميع النعم في حديث عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك يعني اللهم أسألك غفرانك فواه الخمسة إلا النساء وصححه بن خزيم والحاكم رحمهم الله وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني فالمسلم يحمد الله على جميع النعم وذهاب الأذى من النعم الله رواه بن ماجه رحمه الله غير أن في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي متكلم فيه وروى النساء رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه مثلا وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عندما تدخل بيت الخلاء أدخل رجلك اليسرى وإذا خرجت من بيت الخلاء قدم اليمنى عند الخروج عكس مسجد عكس المسجد المسجد إذا دخلت أدخل باليمين وإذا خرجت أخرج بالإساء لعموم ما في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أي البداء باليمين يعجبه التيمن في تنعله عند لبس النعن تلبس اليمين أولا وترجله أي مشط الشعر يمشط الجانب الأيمن وطهوره أي الوضوء والغسل يبدأ باليمين وفي شأنه كله الأشياء الطيبة يبدأ فيها باليمين قال وبعده في فضاء إذا أردت قضاء الحاجة تبعد عن أنظار الناس لحديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراد أي قضاء الحاجة حتى يغيب أن يغيب عن أعين الناس فلا يراه أحد ما ينبغي كشف العور أمام الناس رواه أبو داود وابن ماجة وابن ماجة رحمهم الله وعن المغيرة بن شعب رضي الله عنه مرفوعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد في المذهب أي إذا ذهب لقضاء الحاجة يبعد عن أعين الناس رواه أحمد وصححه الترمذي رحمهم الله ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله كما يرتاد منزلا أن إذا أراد أن يبول ينظر للمكان الليل حتى لا يرجع البول عليه أن ما يبول على طول ولينظر للمكان الليل حتى إذا بال البول ما يرجع على ثيابه وذكره في مجمع الزوائد عن أبي هريرة حمه الله رضي الله عنه فعلى المسلم أن يتأدب بالآداب الإسلامية وبعده في قضاء استهتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا أي لينا وروا أحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله يعني ينظر إلى المكان الليل يبول فيه وضعف وضعف الحديث النووي حمه الله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغا من بوله يعني يستجمر بيده اليسار يمسح البول والغائط بيده اليسار ومسحه بيده اليسرى إذا فرغا من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا يعني يمسح بيده اليسار من رأس الذكر من أصل الذكر من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثة مرات حتى لا يبقى شيء من البول ونتره ثلاثا يعني يحرق ذكره ثلاثة مرات حتى لا يبقى شيء من البول وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا يعني إذا انتهى من البول انتقل من ذلك المكان ليستنجي من مكان آخر حتى لا يرجع شيء من النجاس عليه واعتماده على رجله اليسرى إذا جلست لقضاء الحاجة تعتمد على رجلك اليسار والحكمة في ذلك لأنه أسهل للخارج يعني أسهل لخروج الباء الغائط روى سراقة ابن مالك قضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى على الرجل اليسرى وأن ننصب اليمنى عند قضاء الحاجة رواه الطبراني والبيهقي رحمهم الله وقال ابن حجر رحمه الله سنده ضعيف وقال في مجمع الزوائد رحمه الله وفيه رجل لم يسمى أي راوي لم يذكر اسمه فلا يعرف هل هو واثقى أم لا ويكره بقوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة لا تدخل الخلاء ومعك شيء فيه ذكر الله تعظيما لله عز وجل لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لأن خاتمه ففيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر